طيب أنتقل معك لملف تاني ملف الدور العام هو مش من بداية الموسم متفقين أن الناس بتلعب 17 مباراة وكل فريق بعدد النقاط اللي هيكسبها يتأهل للمرحلة التانية بنفس عدد النقاط محدش يطلع زيرو أكيد لازم يكون فيه نقاط عشان يكون فيه دافع للمنفس قبل ما الهوأ كنا بنتكلمنا وانت يا صوص علاء وموضوع النقاط وال... فيه تصرحات غريبة سمعنا تصرحات كوميديا كارسية والله يعني أنت الأول تاخدها كوميديا بعد ما تخلص يعني بعد ما تصعب التصريح اللي أول وانت بتسمعه تضحك ده تقول عليه تصريح كوميدي لكن بعد ما تسمع التصريح ده للنهاية تكتشف انت تصريح كارسي أنا مش متخيل أن واحد بغط النظر عن هو مين بغط النظر أنه يطلع يقول الأصلح لكورة مصرية أنه احنا بعد 17 مباراة نصفر العداد والتسعى اللي طلعه هو يطلعه بصفر ونقاط ويلعب مع بعض أنا كده بقول للناس يعني أنا لو النادي الأهلي ولعبت أول عشر مباراة من السبعة عشر وخدت 30 نقطة من 30 نقطة يبقى سوى مباراة البيضي مش مهم عندي لأنه ضمنت أنه هاكون من تسعى وائل بالزبط دي ليه حسابات أنت هادلت بعرض دور الأول أصلا أصلا بعرض دور الأول بنوبع عارفين مين اللي هيعرف دور مين تخيل أن ما النادي الأهلي يلعب آخر سوى مباراة ليه أولا أولا أنا مش هقولي النادي الأهلي أو أي نادي غير الأهلي ممكن يفوت لحد لكن على الأقل خلص أنا ممكن رايح لعبة الأساسية ممكن أخسر مباراة كتير جدا أنا بدي فرصة لعملية مش عارف والله محمد أنا مش هادلت بعدين احنا اتفعنا على نظام حتى إزاي أنا أقول تصريح أن أنا أخلي الأندية بعد الأسبوع العاشر الأندية اللي تضمن بقاها في التسعى الأوائل بعداد النقط أو لا بعد المباراة يعني مثلا في نادي ها يبقى بعد عشر أسابيع زي نادي الأهلي ممكن يبقى ضمن نكون في التسعى الأوائل وده أكيد ممكن أن ديها الثانية بعد الأسبوع العاشر والتلاتاشر طيب أضمنت أنه موجودين في التسعى الأوائل معناها أنه بقول لا العابل والأربع مش هادلت بقايا دي براحتك بقى شوفت عاستعمال إيه روح بقى أزبط مع حد أو اتعاطف بلاش بجور أزبط اتعاطف مع نادي تاني ليك علاقة مع نادي تاني بتحبه وروح أعمل فوط لمباراة طبعا دي تصريح كريسي طبعا عايز يركب الترند لا هو عايز يخدم بصلحة نادي عشان نادي لو ما قدرش ينهي الدور الأول بفرق هو خايف على فرقته أنه يتنهي الدور الأول بفرق بعيد أو من نقط لو طلعت من نقط دي مع النادي الأهلي في مرحلة التطويج هي بالأمر صعب جدا عليها فهو بيدي فرصة لنادي أنه يطلع تاني تالت رابع خامس سادس وبعد كده يطلع مرحلة التطويج ويكون العداد صفر فهيبقى عنده فرصة أفضل لأنه يفوز ببطولة